اشتركوا في القناة اقرأ معي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم صدق الله العظيم لا جهذا أيها الأحبة نريد أن نضيق على الشيطان في بيوتنا نريد أن نخلق الشيطان في بيوتنا نعم نريد أن نجعل الشيطان في بيوتنا ذليلا مكسورا خاسئا محسورا لا حول له ولا قوة ولن يتم لنا ذلك إلا بالتخلص من ستة أشياء هي وللأسف موجودة في كل بيوت المسلمين هذه الأشياء الستة تجذب الشياطين إلى بيوتنا تستهوي إلينا الشياطين وتقويها علينا بل تجعل للشيطان في بيوت المسلمين سبيلا رجاء نريد أن نتخلص منها وعلى وجه السرعة وأول شيء من هذه الأشياء هو الرداء الأحمر تخيل أخي في الله أن الثوب الأحمر إذا كان على البدن يستهو الشيطان ويهجذب الشيطان بل وترتاح له عين الشيطان لكن لا بد أن يكون ذلك الثوب الأحمر كله أحمر من أوله إلى آخره مثلا الأطايف اللي بتلبسها النساء القطيف اللي بيكون كلها من أولها إلى آخرها أحيانا لونها أحمر ليس فيها شيء غير الأحمر ولا بد أن يكون ذلك الأحمر حمر بلون الدم يعني لا هو أحمر داك ولا هو أحمر فاتح طيب هل هناك دليل على هذا الكلام؟ نعم أخي في الله هناك دليل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه سيدنا أبو هريرة أن حبيبنا عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان يحب اللون الأحمر خلي بلكني الكلام إن الشيطان يحب اللون الأحمر فإياكم والحمرة وكل ثوب زي شهرة يا سلام الشيطان يحب اللون الأحمر فإياكم والحمرة وكل ثوب زي شهرة الحديث رواه التلمزي وحسنهم وعبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيت عن خاتم الذهب وعن اللون الأحمر الحديث رواه النسائي وحسنه وهناك أيضا حديث آخر ولكن في سنته ما قال أن النبي صلى الله عليه رجل يرتدي سوبان أحمران زهر والداء فسلم على النبي فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه السلام المهم يا جماعة الخير كثير من الأحاريس التي يقوي بعضها بعضا تقول إن اللون الأحمر لون الشيطان وإنه بمعنى أصح هناك كميا أو تناغم أو تناسب سبحان الله بين اللون الأحمر وبين الشيطان ولذلك أنت أخي في الله جربها وأختي في الله تجربينها أول ما تلبسي ثياب حمراء لن تشعري براحة أبدا في ضيقة في اختناق في عدم راحة ليش لأن الشيطان يكون بجانب الثياب الحمراء طيب مولانا لكن هناك استشكال يعني قبل أن تنتقل من هذه النقطة نريد أن نعرفه ده في حديث تقول إن نبس صلى الله اشترى جبة حمراء وارتدى حلة حمراء القصة ديجت إزاي يعني هل هناك تناقض لا ما فيش تناقض نعم هناك حديث كثيرة يعني مثلا منها حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء ما رأت عيني قط أجمل منها بس خلي بالك العلماء لما تحدثوا في هذا الموضوع من خلال جمع الروايات أو الجمع بين الروايات قالوا أن الرداء الأحمر الحلة أو الجبة التي كان يرتديها رسول صلى الله عليه وسلم فلما كان غالبها اللون الأحمر قال عليها جابر بن سمرة إنها حلة حمراء عشان كده أنا قلت لك أو اشترطت عليك في بداية هذا الكلام إن اللون لا بد أن يكون من أوله إلى آخره أو السوب لا بد أن يكون من أوله إلى آخره لونه أحمر إذن يا جماعة الخير اللون الأحمر في السياب وحتى يعني في غير السياب من كثير من الأشياء رجاء نريد أن نبتعد عنه كما قلت لكم لوجود الكيميا الغريبة أو التناغم والتناسق الغريب بين الشيطان وبين اللون الأحمر طيب الشيء الثاني من الأشياء التي تجذب الشياطين إلى بيوتنا وبشدة خلي بالك أكرر وبشدة بل تجعلها تمرح وترتع وتعسكر فيها عسكرة إيه يا مولانا؟ الغناء الغناء معروف بإجماع العلماء من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أو من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أنه مزمور الشيطان حاجة خص الشيطان من الآخر كده ولما دخل أبو بكر الصديق بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى جاليتان تغنيان بغناء بعاث كما ورد في صحيح البخاري قال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله؟ مع إنها كانت كلمات حماسية وما فيهاش ما يحرك الساكن وابعث الكامل زي غناء الأيام دي يعني ورغم ذلك قال له رسول الله يا أبو بكر دعهما فإنها أيام عيد يعني حاجة كده فيها رخصة لكن إنك تتشغل الأغاني الصاخبة والخليعة بالليل والنهار ومزمور الشيطان وكلمات تحرك أعزك الله الشهوة وتبعث الكامل وتنقل الساكن هذه الأشياء تجعل الشياطين تسكن البيت بل تعسكر فيها عسكرة كما قلت لكم قال وهب بن منبه إن الشيطان لا ينكح شيطانته في البيت إلا إذا تراقص على نغمات الموسيقى أول ما تشغل الأغاني في البيت قم الشياطين تجتمع في الشيطان وشيطانة ده كلام علماء مش كلام درواشة خلي بالك يجتمع الشيطان وشيطانة قال فيطربان على الغناء يطربوا لما يطربوا يتناكحوا ويلقح الشيطان شيطانته تمام يا جمال خير يبقى خلي بالك أخطر حاجة بعد السياب الأحمر ويمكن يعني تكون قبله الله أعلم هي الغناء طيب الشيء الثالث ولا عجيب وغريب بصراحة يعني من الأشياء التي تجذب الشيطان وتجعله يقترب من الإنسان هي عرق الجنابة إيه عرق الجنابة يا مولانا الإنسان حين يعني بعد أن يجامع زوجته قد يعرق تمام والتعرق دخل لبالك مش شرط يكون أثناء الجماع يعني ممكن ينزل منه التعرق يعني من جسده أعزك الله أثناء الجماع وأحيانا يكون بعد الجماع ممكن هو يعني حتى بعده بفترة يشتغل أي شغلانة كده يعمل أي بصلحة فيعرق تخلص وبسرعة من عرق الجنابة لأن العرق الوحيد الذي تنفر منه الملائكة وتنجذب له الشياطين إيه يا مولانا عرق الجنابة تمام قال عطاء بن يسار وكعب الأحبار يعني جماعة من أهل العلم والفضل أن عرق الجنابة قال احذروا عرق الجنابة وفي رواية اغتسلوا من عرق الجنابة فإنه تنفر منه الملائكة وتحبه الشياطين وفي رواية فإنه تنفر منه الملائكة وتنجذب إليه الشياطين إذن يا جماعة الخير الشيء السالس من الأشياء التي تنجذب إليه الشياطين هي عرق الجنابة الشيء الرابع ترك الآنية مكشوفة إناء الطعام والشراب لا يترك مكشوفا أبدا له يا مولانا لأنه يجذب الشياطين بالأكل منه يا عم الشيخ هي الشياطين بتاكل وتشرب أيوة بتاكل وتشرب أيوة والجن المسلم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكوه قلة الزال فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على العظم فلا ينزلون على واد من العظم إلا كان أوفر لهم من اللح وحذر أمته وقال لا تقربوا العظم ولا الروس اللي هو بعض البهائم عزك الله فإنه زادوا إخوانكم من الجن العظم طعامهم والروس على فدوابهم ودي أحدث منها في صحيح مصر صحيح البخاري وأحدث يعني مشهورة طب الآنية ما لها مولانا محنا برضو عايزين حديث عن الآنية المكشوفة لا ده في أحدث صريحة تقول لك إنك إذا تركت الإناء مكشوفا نزل عليه الشيطان وأكل منه طب يا مولانا أحيانا نحن ننسى الآنية مكشوفة ومعزن نجتني يوم من الأهش خست يعني ولا حاجة مالي القصة لي أنت لا تلاحظ ذلك أبدا لن تلاحظ عليها ذلك أبدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا الإناء وأوكئوا السقاء وأغلقوا الأبواب فإن الشيطان لا يحل وكاءا ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء فإن الشيطان لا يحل وكاءا طعامه قال الشيطان لأعوانه لا مبيت لكم ولا عشاء يعني لا هدبته في البيت ولا حتى أكله من الأكل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا دخل الرجل بيته فلم يذكر اسم الله في بيته ولم يذكر اسم الله على طعامه قال الشياطين لأعوانه الشياطين اللي معاه يعني أدركتم المبيت والعشاء يبقى يا جماعة الخير باختصار شديد ترك الآنية مكشوفة دون غطاء تجعل الشيطان تجذب الشياطين وتجعل الشياطين إيش تأخذوا منها طيب الشيء الخامس من الأشياء التي تجذب الشياطين وبشدة وتقو الشياطين علينا هي الغرفة المظلمة والفراش المهجور أخلي بلك من الحتة كويس أحيانا يكون عندك غرفة في البيت أنت أعزك الله حاطث فيها حاجتك تمام يعني حاجة ممكن نشاهد حتكها في الوقت فأفل عليها الغرفة دي مظلمة ليل ونهار مظلمة ليل ونهار حبيبي في الله هذه الغرفة تستهو الشياطين وتجعل الشياطين تسكنها وتجعل الشياطين تسكنها وتعسكر فيها ولذلك ورد في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم وصانا في الليل يعني ألا نطفئ الأنوار بل نجعلها هادئة ساكنة وكذلك الفراش المهجور الذي لا ينام عليه أحد اعرف أن أي فراش معك في البيت ممكن تكون مخليه لضيف ممكن تكون مخليه لوقت عوزة المهم الفراش لما مفروش وخلاص بس محدش بينام عليه ليل ورأ نهار الفراش لقولا واحدا ينام عليه الشيطان قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديثه في صحيح مسلم إن الرجل إذا كان له في بيته أربع فرش فواحد له وواحد لزوجته وواحد لولده والرابع ينام عليه الشيطان والرابع ينام عليه الشيطان إيه معنى الكلام؟ إن النفس صلى الله عليه وسلم يقول لك خلي فرشك على كد الحاجة إنتوا مثلا خمسة في البيت هتحتاجوا مثلا أربع فرش أو خمس فرش خلاص ما تخليش ستة ما تخليش فراش فوق احتياجك إنت لأنه ينام عليه الشيطان وفي رواية أخرى يقول أيما فراش في بيتك لا ينام عليه أحد اعلم أنه ينام عليه الشيطان يبقى رماعة الخير برضو الحاجة الخمسة اللي يخلي بلنا منها كويس الفراش المهجور والغرفة المظلمة الشيء السادس والأخير هو عدم ذكر اسم الله تعالى على الطعام والشرب وذي احنا ايه ذكرناها في الأول لكن نزيدك الآن أنه لازم يذكر اسم الله سبحانه وتعالى على الطعام أثناء نضجه وبعد نضجه دي مرحلة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في بداية كلامنا إنك انت بعد ما تطهو الطعام وخلاص تذكر عليه اسم الله سبحانه وتعالى حتى لا ينال منه ايش الشيطان إنما التسمية هنا نقصد بها أثناء الأكل والشرب أثناء الأكل والشرب أثناء الأكل والشرب برضو عشان الشيطان ما يكلش معاك وصان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا هم بالأكل فليقل بسم الله سيدنا أنس يقول كنت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل وكانت يدي تطيش في الصحفة في الصحون يعني فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك ويروى إن أحد الناس كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسي أن يذكر اسم الله أخذ يأكل وفي منتصف أكله تذكر فقال بسم الله أوله وآخره فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال الصحابة من الذي أضحكك يا رسول الله قال إن صاحبكم هذا نسي التسمية وكان يأكل معه الشيطان فلما تذكر اسم الله وذكره قاء الشيطان كل ما أكله قاء الشيطان كل ما أكله إذن يا جماعة خير هذه أشياء ستة تجذب إلنا الشياطين وتسهو الشياطين إلى بيوتنا بل وتقويها علينا نريد أن نتخلص منها وعلى وجه الصرعة أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وحسناتكم يوم أن نلقاه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته